مساء الخير كيفكم؟ معكم مرد محمد وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد اليوم إن شاء الله حبيت أشرح لكم طريقة عمل هذه اللفحة الجميلة تجهيزا لبداية فصل الشتاء وفي نفس الوقت سأشرح لكم طريقة عمل غرزة جديدة من غرز الكروشير في البداية كما تريني أمامك حكت 43 غرزة سسلة ثم الآن سأرتفع بثلاثة غرز وبعد ذلك سأحيك تزايد بغرزتان عمود بلفة في الغرزة الرابعة من طرف السنارة إذن 1-2-3 في الرابعة سأحيك أول غرزة عمود بلفة وثاني غرزة عمود بلفة بهذه الطريقة والآن سأترك غرزتان 1-2 ثم سأحيك في الثالثة تزايد بثلاثة غرز عمود بلفة إذن هذه 1-2-3 ثم ثلاثة بهذه الطريقة والآن سأترك غرزتان سسلة ثم في الثالثة أيضا سأحيك تزايد بثلاثة غرز عمود بلفة سأكمل بنفس هذه الطريقة أترك غرزتان سسلة وفي الثالثة أتزايد بثلاثة غرز عمود بلفة والآن كما ترين أمامك وصلت إلى نهاية الدور سأرتفع بغرزتان سسلة ثم سأقلب العمل بعد ذلك سأحيك هنا في الوسط تزايد بثلاثة غرز عمود بلفة كما ترين أمامك هذه 1-2-3 بهذه الطريقة ثم الآن أيضا في هنا هذا الفراغ الوسط سأحيك به تزايد بثلاثة غرز عمود بلفة ثم ثلاث بهذه الطريقة سأكمل إلى نهاية الدور في جميع الفراغات هذه التي في الوسط بين الغرز سأحيك داخلها تزايد بثلاثة غرز عمود بلفة والآن كما ترين أمامك وصلت إلى نهاية الدور الثاني سأحيك غرزتان سسلة ثم سأدخل السنارة في ثالث غرزة سسلة ارتفعت بها في بداية الدور الأول وسأحيك داخلها غرزة منزرقة بهذه الطريقة والآن سأرتفع بثلاثة غرز سسلة واحد اثنان ثلاثة سأقلب العمل وسأحيك في هذا الفراغ غرزتان عمود بلفة إذن هذا واحد وهذا اثنان بهذه الطريقة ثم الآن سأحيك في هذا الفراغ هنا ثلاثة غرز عمود بلفة إذن واحد اثنان ثلاثة وبهذه الطريقة في كل فراغ سأتزايد بثلاثة غرز عمود بلفة حتى أصل إلى نهاية الدور والآن كما ترين أمامك وصلت إلى آخر غرزة في هذا الفراغ سأحيك به أيضا تزايد بثلاثة غرز عمود بلفة اثنتان ثم ثلاثة بهذه الطريقة والآن سأقوم بحياك غرزتان سسلة ثم سأقلب العمل هكذا وسأحيك في هذا الفراغ هنا ثلاثة غرز عمود بلفة وفي الفراغ التالي أيضا سأحيك ثلاثة غرز عمود بلفة وهكذا في جميع هذه الفراغات بين الغرز سأحيك ثلاثة غرز عمود بلفة والآن كما ترين أمامك وصلت إلى نهاية الدور الرابع سأحيك غرزتان سسلة ثم سأغلق بمنزلقة في ثالث غرزة سسلة ارتفعت بها في بداية الدور السابق بهذه الطريقة كما ترين أمامك عندما يكون عندي نهاية الدور ثلاثة غرز عمود بلفة في الدور التالي ارتفع بغرزتان سسلة وأبدأ بحياكة التزايد بثلاثة غرز عمود بلفة في الفراغات لكن عندما يكون لدي نهاية الدور كما ترين أمامك هنا انتهيت بثلاثة غرز عمود بلفة وبقيت لدي هنا ثلاثة غرز عمود بلفة إذن في هذا الوقت أحيك غرزتان سسلة وأغلق في ثالث غرزة سسلة من ارتفاع أو الغرز الارتفاع من بداية الدور السابق بغرزة منزلقة والآن ارتفع أيضا بثلاثة غرز سسلة وأحيك في هذا الفراغ غرزتان عمود بلفة حتى يكون عندي بمثابة ثلاثة غرز عمود بلفة والآن عليك أن تستمر بتكرار هذه الأدوار حتى تصل إلى طول اللفحة التي تريدينه والآن دعيني أشرح لك طريقة عمل أطراف اللفحة كما ترين أمامك هذه الغرزة تسمى بغرزة المروحة وهي عبارة عن إما تزايد به ثمانية غرز أو إثنتا عشرة غرز عمودة بلفة في نفس الغرزة والآن كما ترين أمامك سأرتفع في البداية بثلاثة غرز سسلة ثم سأقلب العمل هكذا وسأحيك في نفس الغرزة التي ارتفعت من عندها ثلاثة غرز عمود بلفة إذن هذه واحدة اثنتان ثم ثلاث بهذه الطريقة ثم الآن سأحيك في هذه الغرزة أنظري معي جيدا واحد اثنان في هذه سأحيك غرزة حشو ثم سأعد واحد اثنان ثلاث وفي هذه الغرزة سأحيك غرزة مروحة مكونة من تزايد ثمانية غرز عمود بلفة إذن واحد اثنان وآخيرا ثمانية بهذه الطريقة ثم الآن سأعد واحد اثنان ثم في الثالثة سأحيك غرزة حشو ثم واحد اثنان وفي الثالثة سأحيك غرزة مروحة مكونة من تزايد ثمانية غرز عمود بلفة اثنتان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بهذه الطريقة والآن سأعد واحد اثنان ثلاث ثم سأحيك غرزة حشو وهكذا سأكمل بنفس هذه الطريقة حتى أصل إلى نهاية الدور وأعود إليكم والآن كما ترين أمامك بعد أن وصلت إلى نهاية الدور سأحيك غرزة حشو في ثالث غرزة سلسلة ارتفعت بها في بداية الدور السابق بهذه الطريقة هكذا ثم سأرتفع بغرزة السلسلة وأسحب الخيط وأقصه وسأخفيه بين الغراز والآن سأكرر هذا الدور أيضا على الطرف الآخر من اللفحة بعد وسط خيط في البداية كما ترين أمامك ولكن عند وصولي إلى آخر غرزة كما ترين أمامك سأحيك بداخلها أربعة غرز عمود بلفة إذن هنا سأحيك أربعة غرز عمود بلفة إذن هذه واحدة في نفس الغرزة اثنتان ثم ثلاث وأخيرا أربعة كما ترين أمامك والآن سأرتفع بغرزة السلسلة وأسحب الخيط وأقصه ثم سأخفيه الخيوط بين الغرز وبهاك بكون انتهت من سرح طريقة عمل هذه اللفحة الجميلة والرائعة متمنى الغرزة التي استخدمتها لحياكة هذه اللفحة عجبتك أراك إن شاء الله يوم الثلاثة القادم مع فيديو جديد وأفكار جديدة ودمتي في أمان الله